اشتركوا في القناة يقول بأن مجموعة من الأطفال المتشردين هاجموه هو صديقه أثناء عودتهما من المدرسة ولكن الحمد لله لم يصبه مكروه فقط بعض الخوف أطفال متشردون هذا أمر غريب ولكن أخبرني ماذا دار بينك وبينهم رأيتهم يضربون طفلا أصغر منهم فحاولت أن أدافع عنه فهاجمونا نحن أيضا وحاولوا ضربنا لقد كانوا خمسة ونحن اثنين فقط لا تحزن يا نادر لا تحزن فأنت قد فعلت ما كان يجب عليك فعلا فحينما نرى أمامنا ظلما قد وقع على شخص ضعيف يجب علينا أن نتحلى بالشجاعة وننهي الموقف مهما كلفنا الأمر من خسائر فالإنسان موقف وأنت قد أبليت بلاء حسنا أوليس هذا جبنا يا أبي؟ ما الذي تقوله يا حبيبي؟ كيف رأيت ما حذف على هذا النحو؟ كلنا نخاف يا ولدي هذا أمر فطري فينا جميعا ولكنني قد درست سابقا أن أسد الله لم يكن يخشى شيئا مطلقا أتقصد سيدنا حمزة بن عبد المطلب؟ نعم هو يا أبي أوليس ما قرأناه عنه صحيح أم أنها قصص لا أصل لها؟ بلى هو صحيح يا ولدي فلحمزة روايات تحكي عن فرسيته فهو أول بطل في الإسلام وأول ناصر له هل كان حقا لا يخشى الوحوش كما حكي عنه في الأثر يا أبي؟ نعم يا نادر يا ولدي احكي لي عنه يا أبي لكي تعرف يا ولدي قدره حقا دعنا نستمع لجدك كانت شوكة الإسلام رطبة خضراء حتى أسلم حمزة فقويت شوكة الدين وسعد به الرسول الأمين فشجاعة وفروسية حمزة كانت تضرب بها الأمثال إنه حمزة بن عبد المطلب بن هاشم سيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه في الرضاعة وصديقه وحبيبه فهو لم يقل ليسبق الرسول صلى الله عليه وسلم سنا سوى بعامين لذا كان من أقرب الناس إليه ظل حمزة مثالا للفروسية والهيبة والوقار في مكة يتحدثون عنه في ندواتهم وكأنه فارس من التاريخ أسامعت أخبار محمد وأبي الحكم؟ عن أي أخبار تتحدث؟ فأخبار محمد كثيرة هذه الأيام لقد تعرض أبو الحكم بالأمس لمحمد وسبه في حجر الكعبة ولم يقفه أحد لقد شاهد هذا المشهد كل من كان بجوار الكعبة وماذا فعل محمد؟ لا شيء فهو كما تعلم لا يتفوه بأية ألفاظ نابية فهو نبي كما يزعم وهل علم بن هاشم بما حدث لنبيهم؟ ليس بعد ولكن لا خوف في كل الأحوال فلن يجرأ أحد على الوقوف أمام أبي الحكم فأنت تعرف سطوته جيدا ربما ولكن أنا سيت حمزة حمزة بن عبد المطالب؟ ومن غيره؟ ولكن حمزة الآن في صيد ولا يعلم أحد موعد قدومه وهل سيبقى في البرية إلى الأبد يا رجل؟ ربما يعود في الغد أتعتقد بأن حمزة يجرؤ على أبي الحكم؟ لم يفعلها في مكة أحد من قبل ولكن غضب حمزة شديد ولا أحد يعرف إلى أي مدى ستأخذه حميته وغيرته على ابن أخيه أهو على دين محمد؟ ليس بعد وإن كنت قد سمعت بأنه على دينه ولكنه لا يجاهر بذلك لو صدقت لكان هذا نصرا عظيما لمحمد ومن معه فلا يوجد في مكة كلها فارس كحمزة بن عبد المطالب إذن دعنا ننتظر ونرى ما الذي سيحدث حينما يعلم حمزة بخبر ابن أخيه مع عمر ونشاهد من بعيد في صمف فهذه معركة حامية لا قبل لنا بها صدقت يا رجل صدقت ولد حمزة قبل عامين من ميلاد رسول الله فتربي معا في بيت عبد المطالب سيد قريش وبني هاشم فتعلم من أبيه فصاحة العرب وشيمهم الأصيلة من كرم ومروءة وشجاعة كان قبل نزول الرسالة على خاتم النبيين فتى كريما شجاعا محبا للمغامرة والفروسية تهابه قريش وتخشى بطشة وتعرف مكانته بين الفرسان ولولا أنه كان كثير الترحال في البرية لعلى فوق رؤوس سادة قريش وكبرائها فقد شهدت له قريش كافة برجاحة العقل وبيان الحجة وفصاحة اللسان وقوة السيف يا حمزة يا حمزة يا ابن عبد المطالب ما بك يا امرأة لقد حدث أمر عظيم في غيابك وأقسمت أن أبلغك إياه خيرا تكلمي يا أمط الله ولا تخافي شيئا لقد صب ابن أخيك في حجر الكعبة وعلى مرأة ومسمع من الحجيج والأعراب تقصدين محمدا نعم أقصد محمد بن عبد الله ومن ذا الذي يجرؤ على سب سيد ولد بني هاشم ومن غيره غليظ القلب صليت اللسان عمر بن هشام أبو جهل هو لا أحد غيره والله لأجعل أنه يندم على فعلته ويعرف قدر محمد في قومه وفي قريش ولكن لا تخبر أحدا بأنني أنا التي أبلغتك فأنا أخاف بطشة بن هشام لا تخبر أحدا لا تخافي يا أمط الله اذهبي اذهبي في أمان الله يا عمر بن هشام يا أبا الحكم يا أبا جهل ماذا بك يا حمزة خذ ردها علي إن استطعت أتسب بن أخي وأنا على دينه ما هذا صبأ بن عبد المطلب لقد قويت شوكة محمد يا لمصيبة قريش لقد صبأ حمزة تقولون صبأت والله ما أرى نفسي إلا اهتديت إلى سبيل الحق وما أراكم إلا في ضلال أتسبون رجلا أن يقول ربي الله دعانك هذا اللغو يا حمزة وعود لرشدك إننا كبار قومك وسادة قريش وأدرى بالحق منك أنا من لم يحضر الوحوش الكاسرة في البرية أحضر قول الحق أمام من هم على شاكلتكم فبئس ما قلت يا رجل دعوا أبا عمارة فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا فلابد له أن يغضب فالتذهب يا حمزة وكفى ما فعلته واحدة بواحدة وكفينا شر القتال والله ليس بكاف يا ابن هشام فمن اليوم لن يسل سيفي ورمحي على وحش في البرية فقط يسل سيفي على أعداء الله ورسوله أتهددنا يا حمزة ألا تخشى عقاب قريش والله إني لا أبالي بشيء على وجه البسيطة ولا أخشى إلا الله ومن أراد منكم أن يعرف قدره فليأتني بعيدا عن الكعبة لأذيقه طعم سيفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده إنه لمكتوب عند الله في السماء السابعة حمزة أسد الله وأسد رسوله استشهد حمزة بن عبد المطلب في غزوة أحد في شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة على يد عبد حبشي يسمى وحشيا كان قد تم وعده بأن يتم عطقه من العبودية إن قتل حمزة ففعل وكان عمر أسد الله حينها تسعا وخمسين سنة فبكاه رسول الله وبكاه المسلمون كافة فلمثل حمزة تبكي العيون أبدا حقا كان رمزا لشجاعة كم كان حمزة قويا حقا وكانت قوته في سبيل دينه ولا شيء آخر حينما أستمع إلى الحديث منك أشعر وكأنني أرى الأحداث يا جدي هذا لأنها أحداث قد وقعت بالفعل وليست من وحي خيال من يرويها لقد أبهرتني شجاعته من اليوم سأجعله قدوة لي هناك فرق يا ولدي بين الشجاعة والتهور إياك أن تبحث عن الصعاب لتواجهها ولكن حينما تأتيك الصعاب فقل لها بالمرصاد هذه هي الشجاعة التي كان عليها أسل الله حمزة بن عبد المطلب هذه هي الشجاعة التي يريدها الإسلام في قلب كل مسلم أفهمت يا نادر؟ فهمت يا جدي بسم الله الرحمن الرحيم قدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر